الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل مناسبة جسدت مسيرة طويلة من البطولات والانتصارات والتضحيات لجيش عريق حافظ على حدود الوطن ودافع عن العراقيين دون تمييز قيادات عسكرية وهي تستذكر تأسيس جيش العراق أكدت أن انتصاراته جعلته يقف في مراتب متقدمة بين جيوش العالم والمنطقة هذا الجيش سيبقى مدافعا عن سيادة العراق وعن الشعب العراقي بكل قومياته ودياناته ومذاهبه وأكيد اليوم القيادة العسكرية العليا على رسل سيد القادة العام والسيد معالي وزير الدفاع وكذلك سيد سركان الجيش تعمل على استكمال بناء قدرات الجيش العراقي البطل وأكيد أنه اليوم جيشنا جيش العراقيين يحتل المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 34 دوليا وهذا ما جاء إلا بجهد كبير وبطولات قدمت من قبل أبطال الجيش العراقي انتصاراته وبطولات الجيش العراقي على مر السنين كانت محطة فخر واعتزاز لجميع العراقيين فقد أصبح هذا الجيش إقونة نصر دائم وعنوانا للأمن والاستقرار لأنه مثل جميع أبناء البلد فلم يكن لطائفة أو دين بل كان للعراقيين بمختلف مسمياتهم هذا الجيش الذي قدم أروع ملاحم البطولة والفداء وأروع القصص في المحافظة على أمن وسلامة البلد ومقدرات البلد وشعبه هذا الجيش الذي يدافع عن البلد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه أكيد في هذا اليوم نستذكر الشهداء الأبطال الذين لو لا دماؤهم الزكية لما تمكننا من الآن الوقوف في هذه اللحظة أيضا نتذكر كيف قام الجيش العراقي وفي آخر ملحمة بطولية إلى من تدمير أعتى منظومة إرهابية في العالم وقاتل نيابة عن العالم عندما انتصرنا على تنظيم داعش الإرهابي واليوم وبعد تحقيق النصر الكبير على داعش الإرهابي يستمر هذا الجيش بصنوفه وتشكيلاته كافة بعملياته البطولية لمنع من تسول له نفسه التجاوز على أمن واستقرار العراق من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية